شحنة أسلحة إيرانية جديدة ضبطت في بحر العرب كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي تصريحات أمريكية عقب ضبط الأسلحة التي كانت على متل سفينة مجهولة الهوية تعيد فتح ملف تهريب الأسلحة للميليشيا رغم السيطرة على المياه الإقليمية اليمنية من قبل التحالف السعودي الإماراتي بحسب تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية فإن السفينة كانت محملة بعشرات الأسلحة الروسية المتقدمة والمضادة للدبابات الموجهة وألاف البنادق الهجومية الصينية ومئات من مدافع رشاشة من الطراز الروسي وقاذفات صواريخ ومعدات أخرى ليست المرة الأولى التي تضبط القوات الدولية الموجودة في بحراء العرب والأحمر والمحيط الهندي أسلحة كانت مرسلة للحوثيين من قبل حلفائهم الإيرانيين غير أن توقيت هذه الشحنة يشير إلى استمرار التصعيد الإيراني في اليمن ورفض كل محاولات فرض السلام في البلاد تزامن الإعلان عن ضبط الشحنة مع الدعوات المتكررة من قبل المبعوثين الأمريكي والأممي لليمن بإلغاء كافة القيود المفروضة على دخول السلع والبضائع عبر ميناء الحديدة باعتباره مقدمة للدخول باتجاه محادثات سلام وهو نفس ما تطالب ميليشيا الحوثي به انتهاك القرارات الأممية بحضر بيع وإدخال السلاح لليمن سلوك أدمنت عليه إيران وميليشيتها وهذا ما يفسر على نحو متزايد امتلك الحوثيين ترسانة أسلحة حديثة ومتطورة لم تكن موجودة لدى الدولة اليمنية قبل الانقلاب عليها وباتت تهدد كافة جهود السلام والتسويات في اليمن والمنطقة استمرار التصعيد من قبل طهران عبر إرسال الأسلحة والمرتزقة للقتال في اليمن يراه الكثير من المراقبين جزءا من عملية إطالة الصراع في اليمن وتهديد المنطقة من أجل الحصول على مكاسب في مفاوضات ملفها النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية